السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام لا تهتم لحديثهم فالمواقف تعطيك الإجابات بكل وضوح وبيبدأ فيلمنا مع داري وكريش وبيبقى واضح إنهم زوجين سعداء جدا وده اللي بنكتشفه لما بنشوف الأحداث المتكررة السعيدة اللي بتحصل ما بينهم ولكن بعد ثلاث شهور وبدون أي مقدمات بنشوف كريش وهي بتطلب من داري الطلاق وبتتكلم معه بعنف علشان هو اتخر في الإجراءات وبتكمل وبتقوله إنها زهقت من العيشة معاه وإن تأخره في الطلاق معطلها عن السفر لبريطانيا ولكن داري بيوقفها وبيعرفها إنه هيبزل أقصى جهده علشان يريحها وبعد ما بيخرج من البيت وأثناء ما بيكون في طريقه للشغل بيتصل بدكتور فيديا وبيشتكلها من الوضع اللي وصله مع زوجته وبيتكلمه بشكل غامض عن أعراض الحادثة اللي حصلت له هو وكريش وإن حياته من بعدها تدهوارت بس بنلاقي فيديا بتحاول تهديه وبتطلب منه إنهم يستمروا على نفس الدواء بانتظام وبعد ما بيوصل لشغله بنلاحظ عليه التوتر العصب اللي هو فيه وبيبقى واضح إنه بيتعرض لمرض نفسي بس لسه الأحداث ما بتكونش مبينة إيه اللي حصله وفجأة بيلاقي خبر في التلفزيون عن سجيم مختلع عقليا وهربان والشرطة بتدور عليه وبيعرف إنهم عصروا على المجرم لكن للأسف بيكون مستخبف شاقته فبيقلق داري على كريش جدا وبيروح بسرعة للبيت وأول ما بيوصل للشارع اللي ساكن فيه بيكتشف تجمع هايل من الشرطة والمدنيين وبنشوف الشرطي ميك وهو بيدرب فرض الأمن بالألم لإنه بسبب إهماله المجرم قدر يتسلل لشقة أحد الساكنين وبيتكلم داري مع ميك وبيطلب منه إنه يطلع لشقته بس ميك بيمنعه وبيحاول يهديه لكنه لما بيشرح له الموقف وهو إن الخادمة اللي مع كريش مش موجودة لإنها خرجت من ساعة بيقلق جدا على زوجته وبيصمم إنه يطلع علشان يحميها وفي الوقت ده بتكون كريش تحت تهديد السلاح من المجرم واللي بيبقى اسمه غول وبيضربها بالألم لإنها بترفض تجيب له يشرب وبعد ما بتعمله اللي هو عاوزه بيكلم الشرطة إن الشباك وبالأخص بينده على ميك واللي بيبقى واضح إنه كان ساجينه الخاص وبيهدده إنهم لو منفزوش طلباته هيئذي كريش وفعلا بيجيب كريش ناحية الشباك علشان يقوي موقفه في التهديد بس ده بيوتر داري جدا وبنتفاجئ وهو بيطلب من ميك شنطة فيها 5 مليون دولار وإنه يشوف قريبه جبران لكننا بنفهم من ميك إن جبران هرب من 6 شهور وما يعرفوش عنه حاجة وفجأة بنلاقي كريش بتطلب من غول إنه يقتلها لو كان في استطاعته إنه يعمل كده لكنه بيعرفها إنه ما فيش مصلحة من موتها بس للأسف بتحاول تقنعه بإنه يقدر يستغلها علشان ياخد مطلبه من الشرطة ويهرب بس بتأكد عليه إنه قبل ما يهرب لازم يقتلها وبتكمل وبتقوله إنه لو قتالها هيبقى رياحها لإنها بتعاني من قلم الموت كل يوم بسبب قتل زوجها ليها وبتكمل وبتحكيله إن زوجها داري في علاقة فيديا الدكتورة النفسية وإنهم بيتعاونوا مع بعض علشان يطلعوها مريضة ومجنونة فبيستغرب غلو بيشك في قواها العقلية وبيقول لها إن زوجها ممكن يطلعها وهو كرجل مش محتاج يطلعها مجنونة علشان يتجوز وحدة تانية بس بتعرفه إنه لو طلعها هيخسر فلوسها لكن هو عاوز يحجزها في مستشفى أمراض نفسية علشان يبقى واصع عليها ويستولي على كل صروتها وفي نفس الوقت ده بيكون داري بيحكي نفس الحكاية لكن بطريقة مختلفة وبنشوفه هو بيقول لي ميك إن كدش عملت حادثة من ثلاث شهور ومن بعدها جالها مرض اضطراب التواهم وإنها طول الوقت بتتخيل حاجات ما بتحصلش حتى إنها دخلت في يوم ولايت الدكتورة النفسية موجودة فضربتها وظنت إنه بيخنها معاها وبيكمل وبيقول له إنها طلبت منه الصبح يصرع إجراءات الطلاق مع العلم إنهم ما رحوش يمض ورق طلاق من الأساس وده كله هي بتتوهمه وفي الوقت اللي غول ابتدى يصدق كريش فيه بيتصل داريو بيعرفه إنه زوجها وبيشرح له إنها مريضة وبتتخيل حاجات ما بتحصلش وبيطلب منه يديلها الدواء لإن معاده جاه علشان لو ما خدتوش ممكن تأذي نفسها بس غول ما بيصدقهوش وبيفتكر إنها لعبة من الشرطي علشان يأثروا عليه ويتراجع عن موقفه وبعد ما بيقفل معاه بتترجاك ريش إنه ما يسمعش كلام زوجها وما يدهاش الدواء لإنه بيخليها تعمل حاجات هي مش رادية عنها وبتحاول تأثر عليه بنظرات عينيها بس بيتمالغ غول نفسه قدامها وبيطلب منها تعمل شيء ليهم هما الاتنين علشان لو حطت سيم تموت معاه وبنرجع فلاش باك لذاكرة داري وهو بيتكلم مع الشرطي وبيحكي له إن من أسبوع فات كانوا في عيادة الدكتورة فيديا وبنشوف كريش وهي بتلاحظ نظرات إعجاب ما بين زوجها والدكتورة وبتضربها فرصها لإنها بتظن إنهم بيخنوها ومن ناحية تانية بنرجع فلاش باك لنفس الموقف لكن في زاكرة كريش وهي بتحكي الغول وبتقوله إنها وصلت البيت في يوم ولقيتهم هما الاتنين مع بعض وبنشوف في زاكرة كريش الدكتورة وهي خرجة من حمام بيتها وبتعرفها إن الشاي تدلق عليها لكن كريش بتقول لها إنه ما فيش كبايات شاي بره من الأساس ولما داري بيبرر موقفه وبيقول لها إنه غسالهم ما بتصدقهوش وبتضرب الدكتورة فرصها وبتجرحها وبيبقى كل طرف بيحكي نفس الحدث لكن بطريقة مختلفة من زاكرته هو وما بنكونش عارفين مين الصادق والكذاب بس المرة دي بيصدقها غول وبيبدأ يفتح لها قلبه ويتكلم معاها وبيحكي لها إنه يتيمه عمه هو اللي قام بتربيته لحد ما كبر واشتغل عامل توصيل وكان سعيد جدا وجه اليوم وعمه طلب توصيل كرتونة العنوان في بومبي وتفاجئ إن بعد ما وصله المكان انفجر واكتشف هنا إن السندوق كان فيه قنبلة وللأسف الشرطة أبضت عليه وعمه أنكر معرفته بيه من فترة طويلة فاتسجن وللأسف عاملوك إنه إرهابي وعزبوه كتير وبتحاول كريش إنها تقرب منه لكنه بيهرب منها ومن ناحية تانية بنشوف الشرطة ميك وهو بيحكي لداري عن قصة غول وبيبقى نفس الحدث لكن الطريقة مزالت مختلفة وهي إنه غول إرهابي كبير وقتل أكتر من 13 شهيد وبنشوفه وهو بيتم تدريبه على أعلى مستوى وبيتكلم مع قائده إنه لازم يرجع منتصر من عملية التفجير الأخيرة لأنه لما تقبض عليه عمل نفسه مجنون وبيتوهم حاجات في دماغه وبيعرفه إنه ما يسقش فيه لأنه حتى لو اداله الخمسة مليون اللي هو عاوزهم ده مش معناه إنه هينفز وعده وما يقزيش كريش وفي الوقت ده بنعرف إن كريش خاني الداري مع غول وده علشان تقنعه إنه يفك أسرها ويهربه سوا وبيفضل قول بيفكر في كلامها وبعدها بتقوم وبتسيبه وبيقوم وراها وبتحاول تقنعه بإنه يفضل المسدس وينزل بها تحت وهو بيمثل إنه بيهددهم بتفجير المسدس في دماغها ويهرب معها في العربية ومن بعدها يروحوا على بريطانيا سوا وفعلا بيقتنع بكلامها وبيبقى واضح إنه مضطرب نفسيا بسبب إنه وقع في حبها بسرعة وفعلا بينزل تحته معا كريش وبيصوب المسدس على دماغها بس للأسف بتغضر بيه وبتقول للشرطة إن المسدس فاضي فبيضربه النار عليه والإزاز بيتكسر وبياخد طرف الإزاز وبيهدد بذبحها وبيطلع من تاني وهو شديد إيده على رقابتها فبتفقد كريش الوعي وبيفوقها وبيضربها بالألم لكن كريش ما بيكونش فهم أي حاجة ولا تعرف هو مين وبيبقى واضح عليها فعلا إنها مريضة زي مقال داري وبتفضل تترجاء إنه يسيبها وياخد كل الفلوس اللي هو عايزها لإنها بتظن إنه حرامي ومن ناحية تانية بيبقى داري عارف اللي ممكن تعمله كريش علشان تنقذ نفسها وبيقول للشرطة إنها ممكن تخونه مع غول بدون أي وعي منها لإنها خانته الفترة اللي فاتت مع شخص تاني وقررت تسافر معاه وبنرجع من تاني لكريش وبنشوفها وهي مستمرة في إنها تترجى غول وبيصدقها أخيرا وبيحاول يفكرها بشخصيتها الحقيقية وبيبقى متوتر جدا لإنه مش عارف هي أي شخصية بالزبط هي الضعيفة ولا الغدارة ولا الخينة وبعدها بيطلب من الشرطة إنهم يبعاتوا الفلوس مع زوجها وبيبقى عاوز يخرج نفسه من الورطة اللي اتورتها وداري بيرد عليه وبيعرفه إنه هيسلموا المبلغ في أقل من ساعة وبعدها بيروح على المطبخ وكريش بيكون متكتفة وبتطلب منه إنها تاكل فغول بيعرفها إنه ما بقاش واسق فيها وبيسألها يا طرى دي أي شخصية فيهم بالزبط فبتسخر منه كريش وبتفكره إنه مكتفها ومفيش أي مجال يخليها تخدعه وفعلا بيقرب منها وبيشربها هو بنفسه العصير فبتخدعه كريش للمرة التانية وبتقدر من نظراتها تخليه حرارها من الحبل اللي رابطها بيه وفي الوقت اللي داري بيكون جايه ومعه الفلوس بتبقى كريش بتوبخ غول علشان صدقها وبتقوله إنه زي وزي أي راجل بيجري وراء أي بنت حلوة تبصله بنظرة عين حنينة وبتحكيله عن الشخص اللي كانت عايزة تهرب معه البريطانيا وبيوصل أخيرا داري ومعه المبلغ كله ومن ناحية تانية في نفس الوقت بيكون غول بيحاول يقنع كريش إنه حباها من قلبه بجد وبيعرفها إنه حطلها الدواء في الشاي زي ما زوجها طلب منه لكنه بيوعدها إنه هينقزها ويهربها معاه وبيرمي الدواء في الحمام قصدها وبيطلع داري ليهم وفجأة الشرطة بتسمع طلق ناري فبتقتحم الشرطة المبنى وللأسف بيلقوا كريش مقتولة وداري معاها ومنهار عليها وبنشوف غول وهو بيقول إنه بريقه ما قتلش حد بس ميك بيقبض عليه وفي طريقه بيفضل يقوله إنه ما قتلهاش وإن زوجها هو اللي قتلها وسط انهيار وسريخ وفي المحكامة داري غول بيحكوا نفس الحدث بس بطريقتهم ورغم إن الأدلة كلها متوجهة الغول إلا إننا بنسمع القصتين وبتبقى قصة داري إنه أول ما داخل البيت كان غول بيهدده بالسلاح وكريش بتترجاء إنه يسلمه الفلوس ووقتها غول بيحس بانكسار كريش لي وحبها لداري وعلشان كده بيقتلها بمنتهى العنف ومن ناحية تانية بتكون قصة غول هي إن داري دخل عليهم وسألوا على الدواء وعرفوا غول إنه رمعه فسخر منه داري وقال له إنه لو عاوز يهرب معاها هو مش هيمنعهم فبتتصدم كريش جدا من رد فعل داري وبتتأكد إنها مش مريضة وبتطلب من غول إنه يقتله فبيدافع داري عن نفسه وبيحاول ياخد السلاح وبنفسي إيد غول داري بيضغط على الزناد وبتطلع طلق مميتة في قلب كريش وفي لحظة الدفاع اتجاه المتهمين بيقول الشرطي ميك إنه غول بيعاني من اضطراب نفسي وكان واضح عليه خلال تحقيقه معا فقضية الإرهاب وبيدافع عن داري لإنه طول الوقت كان خايف على مراته وعمل كل ما في وسعه علشان يدافع عنها فبيحكم القاضي على غلب الإعدام بعد ما يتعرض أولا على مصحة نفسية والتأكد من سلامة قواه العقلية وإذا تبين إنه بالفعل مريض نفسي فهيتم حجزه باقي حياته في المستشفى والصدمة هنا لما بنعرف الحقيقة الكاملة وبنرجع فلاش بيك لبعض الأحداث وبنبدأ بداري وللأسف بيكون في بينه وبين فدي علاقة غرامية زي ما قالت كريش وكانوا متفقين مع بعض على الدواء اللي هتاخده علشان يختل توازنها النفسي ولما قبلته قبل المحاكمة عرفته إنه لازم يغير الدواء لإنه لو تم كشفه هيعرفه إن فعلا كريش مش مريضة وعلشان كده بنفهم ليه داري أول ما دخل على غول سألوا على الدواء لإنه كان عاوز يرميه حتى ميك كمان بيبقى ليه قصة خاصة لإنه هو عاشيء كريش اللي كانت عايزة تهرب معاه وبنرجع فلاش باك لما بنشوف لحظة تعرفها عليه في الاسم لإنها كانت بتخلص بعض الأوراق هديدته إنها هتتهم بالاغتصاب وهتفضح أمره لو ما سرعش إجراءات طلقها وساعدها تسافر بريطانيا وبنكتشف إنه هو اللي هرب غول والتمثيلية دي كلها علشان يخلص على كريش مقابل إنه يهربه ويخلصه من ورطة الإرهاب وبنعرف إنه غول كان آي للحقيقة كلها لكريش عن اتفاقه مع ميك وإن فعلا داري هو اللي قتالها وللأسف بيكون غول مظلوم وإن ميك كان متأكد من برقته في قضية الإرهاب وهو بياخد جزاؤه على موافقته القتل روح بريئة زي كريش بدون ما يعرفها علشان مصلحته وهو في مستشفى الأمراض العقلية اللي هيقضي فيها طول حياته وباقي المتورطين في قتلها أكيد في يوم هيتحسبوا جزاء على أي فعل عملوه وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم